اللازق السحرية على الجتلي قرح سرطانية أغسن بالله العظيم سرطانية لا هو عاوز ياخد الدواء ويعمل هو عاوز ده مستحيل لازم تمنع أسباب المرض عشان تخيف ويعملوا محلات يسياحوا الجبنة ويحطوها على يعني هي ناصة نصيبة كل الألسنة بيضة والبيضة دي معناها يا إما أملح زيادة يا إما عندها فطريات ممكن يكون أسبابها إيه واحد عنده قرحة في لسانه ممكن تكون دينتل يعني بسبب سنة السنة دي مكسورة السنة دي لحرف بيعور فالسنة دي ممكن تعمل لي قرحة في اللسان يبقى ده أول سبب اسمه دينتل يعني سبب في السنة النفسها بيعمل لي قرح فين في اللسان ممكن تكون سايكيك يعني إيه سايكيك يعني واحد مضطرب نفسيا خايف عنده مشكلة نفسية المشكلات النفسية بتعمل قرح في اللسان واللسن طيب ممكن يكون التهاب حصل التهاب شرب حاجة سقعة حاجة سخنة فعملت التهاب في اللسان وفي عمل القرح ممكن أمر طيب ممكن يكون القرح دي عندي قرح زيها في الجهاز الهضمي يعني إيه يعني عندي قرح في المعدة وقرح في القولون فالجهاز الهضمي كله مليان قرح لكن ربنا سبحانه وتعالى وراني قرح في اللسان او في الشفاف ولسا عشان يقول لي خلي بالك في قرح زيها فين في جهاز الهضم طيب يبقى عندي قرح في الجهاز الهضم كله في الشباب اللي بيدخن بيدخن كتير فبيحصل له نوع من الفاسكولايتس فيعمل قرح الشيء الغريب ان القرح اللي تبقى في اللسان فيه قرح في الجلد يسموها بيرجر ديزيز عندنا الشباب اللي بيدخن وللأسف كانت الولاد دلوقتي بقيت ولاد وبنات فبقى عندهم قرح في اللسان وقرح في الجلد قرح في كل حتة في جهاز الهضم يبقى التدخين بيسبب هذه القرح في قرح تانية بسبب الفاست فود يعني انا باكل حجم ملحة شرائح بطاطس لب بملح اي حجم ملحة كترت منها كتير بتعملك ايه بتعملك قرح في اللسا واللسان يعني درجة الناس بتقلي بتقلي الجبن الرومي الجبن الرومي دي بتعمل قرح بالهبل والله العظيم الجبن الرومي بتعمل قرح يسايحوها ويعملوا محلات يسايحوا الجبنة ويحطوها على يعني هي نقصة نصيبة نقصة كارثة. انا بيجي لي ناس العيادة والله العظيم عندهم آلام في المعدة ما بينفعها لا كونترلوك ولا نيكسيام ولا موتيل ولا الجن الازرق لان هما بيأكلوا غلط بيناموا تحت مروحة وتكيف غلط بيشربوا حاجات صعبة. طب انا عالجك ازاي وزا كنت تعمل كل حاجة غلط. لا هو عاوز ياخد الدواء ويعمل له عاوز. ده مستحيل. لازم تمنع اسباب المرض عشان تخيف. وإلا المعدة تلتهب وتلهب ضهرك وراه. لان ساعات المعدة لما تلتهب تلهب كله. لو ممكن القرح دي ستكون بسبب الدواء. يعني واحد ما كانش بيأكل شوكولاتة ولا غيره ولا بيبسي ولا كلا ولا وفجأة بقى عنده قرح يبقى دي دواء كان واخد دواء عمله كده. كل الالسنة بيضة. والبيضة دي معناها يا اما املح زيادة يا اما عندها فطريات. بعد كده نبعد عن السبب. اهم حاجة تبعد عن السبب. ادي فرصة لجهاز المناع يشتغل. اللازقه السحرية طبعا بتخففه بسرعة. ده انا مش هقولك على اللازقه السحرية. اللازقه السحرية على الجيتلي. قرح سرطانية. اغسن بالله العظيم سرطانية. قرح سرطانية. اتحطت عليها الكابسولة السحرية اللي هي الخمس حاجات. اللي هي القرنفل على القرفة. على لبان دكر مطحون. على مر بطاريخ مطحون. على رويند مطحون. بيتحط على حتة قطنة او شاشة وعليها نقطتين عصر. بتحطها عليها وساعات حط عليها بون. بون سادة. بيخافي. بنغير الحتة دي على القرحة كل ساعتين ثلاثة. انا شخصيا حطي ده كل خمس ست ساعة. تحطها ونام. صباحة وطاها ونام خلاص القرحة راح. مفيش قرحة بتستمر مع اللازق السحرية اكتر من ثلاثة يام. ابدا. ولو قرحة سرطانية. اي مشكلة في اللاسة واللسان بديله ثلاثة وصفات. الوصفة الاولى طبع صلات الخضرة. مش قادر اكل ابشوره واخده بالمعلقة. مش قادر ااخد المبشور. اضرب الربع كيلو خصه وجزر وجرجيره وبصله. اضربه في الخلاط واشربه. ده بيخلي القرح تلحم بسرعة. لان ده بيعمل انتجريتي اوف دا سكن اند ميوكس. يعني بيصلح الجلد والعين والشعر والغشاء المخاطي. يبقى اول علاج الصلاتة الخضرة. تاني علاج زبادي او لبن رايب وتحط عليه ربع ملات خميرة. بيخلي القرح تنشف فورا وحبوب الوجه وحبوب الجلد تختفي. ايه رأيك في الجمال ده? اشتركوا في القناة